موجود على هذا الكارت حضرتك وراء البصمة بتاع التولج فكله كله موجود على الكارت ازا كده عشان اي خدمات بعد ذلك ان شاء الله يتم استخدام هذا الكارت تأمين صحي البريد المعشات معشات اي تعامل مع الحكومة بالكارت ده يبقى هذا الكارت كارت متكامل زي انت عندك النهاردة بتقول الدولة داخلة على تطوير على منظومة الكترونية متكاملة نعم طيب هذه المنظومة يبقى انا بعد كده اروح ببطاقة ورقية لا هو الكارت ده الكارت ده عندما تكتمل المنظومة الكاملة للمية وخمسة مليون وقتها يبقى مية وعشرة بقى ولا مية وخمسة عشر مش عارفين ربنا يزيد ويبارك اي ان كان العدد يبقى كل الجمهورية تستخدمه هل ده هيبقى بكرة بعد سنة بعد اتنين لا طبعا لكن بداية التجربة في بورسعيد ليه بورسعيد لان بورسعيد هي اول ولهم كل التحية وسيادة المحافظة اللي هو عادل غطبان له كل التحية لان بورسعيد حضراتكم هي اول محافظة في مصر مكتملة الرقمنة لها لهم منسعادة لها لبورسعيد لانه عندهم اول محافظة عندها البنية التحتية المتكاملة الالكترونية والرقمية في بورسعيد حد تاني زيها لأ فعشان كده تأمين الصحي طبقته هناك وكمان الكارت الزكة الخاصة بالتموين هيبقى هناك او كارت خاص بالعائلة خدمات العائلة بس هيبدأ لما نجحت في التموين ما ضمط التموين في بورسعيد تشوف محافظة اخرى تروح تروح مثلا لقصر اسوان ولكن ده مش معناه ان بطاقة التموين تم إلغاها لن تلغى بطاقة التموين على الاطلاق تلغى انت عندما تكتمل منظومة الكارت الزكي الموحد هتكتمل بعد بكرة لا قلتلك لا سنة ولا اتنين محتاجة لسه مشوار طويل لما تكتمل عايز اقول لكم مزيتها ايه مؤمنة تماما الكارت ده مؤمن تماما اعلى مستوى من التأمين مؤسسات الدولة الدولة اللي دخلت هذه المنظومة دخلت عاملة اعلى مستوى من التأمين لهذا الكارت لا يمكن اختراق ولا تزوير ولا حد يقولك خدت ولا صرفت ولا ما صرفتش ولا ركنت البطاقة لا 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 ده موضوع سيقضي على اي يعني محاولات للعب لا لا خالص هو كارت عليه كل المعلومات وكل بينها خلاص اما صرفت سمع في كل الدولة فحد الشجر وراء الشائعات ولا وراء من يروج انه إلغى بطاقات التموين لن تلغى بطاقات التموين قولا واحدا لا احد يقترب بطاقات التموين الان ابدا الا بعد تاني بكرر عشان اوصل المعلومة للناس اهلين اللي عاديين في البلد واللي عاديين في القرية والناجع واللي عندهم بطاقات التموين يا اهلي الافاضل محترمين لا إلغاء لبطاقات التموين بطاق التموين اللي معاك موجودة ومستمرة لقيت بعض الناس قاعدوا يتكلم وقلت ايه ما صير بطاقات بطاقات موجودة يا جماعة ما تلغيتش حد يقول لك البطاقات لا بطاقات التموين موجودة تاني وزيهم بقول لحضراتكم لو احنا النهاردة بنتكلم على بطاقة التموين وبنتكلم على الناس بنتكلم على الوضع اللي موجود النهاردة على الارض 23 مليون بطاقة التموين و 64 مليون مواطن مستفيد من التموين مستفيدين موجودين وعندنا 70 مليون واحد خبز مستفيدين يبقى انت بتكلم على 23 مليون بطاقة تموينية موجودة مستمرة فيش الغاء لا اي واحدة فيهم عندي 64 مليون واحد مستفيدين من التموين عندي 70 مليون واحد مستفيدين من العيش شوفوا الارقام دي كلها حد يقرب لا 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 كل دا موجود لكن زي ما بقول لكم الخبر اه فيه فيه تطوير في منظومة ايو فيه بس مع اللي هو الكارت الزكي اللي انا قلت لحضراتكم عليه انه هدفه ان احنا بنعمل منظومة بس لسه المنظومة دي هتاخد وقت لانه كمان اللي بيعمل الكلام دا التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي اللي بتعمل اجراءات الخاصة بيه الكارت الزكي مع وزارة التموين مع الجهات المعنية المختلفة عشان نصل في الاخر الى كارت يعمم الكارت ده يبع عليه كل الخدمات بس لسه شوية يعني عايز خدمة بريد الكارت معاشات الكارت الصرف مش عارف ايه الكارت طب ده هخلصه بكرة لا ده بس دلوقتي برسعيد